المترجم للقناة المترجم للقناة أين قلبه كم زمان يقول قلبك مع كنزك يعني الإنسان قلبه مع كنزه مع فلوسه فاللي حطت فلوسه سيغة في إدميراته وقلبه في إدميراته واللي حطت فلوسه في البنك قلبه في البنك واللي بيضرب في البورصة قلبه في البورصة كان كده دلوقتي صراحة الأمر بقى أسوأ من كده أين قلبك أين قلبك اديته لمرأة فهي تلعب به فالقلوب متقلبة متقلبة تتقلب القلوب في كل ساعة كالريشة في مهب الريح تقلبها ظهرا لبط فحال القلب الآن يختلف عن حال القلب قبل ساعة يختلف عن حاله بعد ساعة وهكذا ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه فأمر الثبات على دين الله تبارك وتعالى أمر خطير وأمر جليل لأنه مرتبط بالقلب والقلب متقلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه حبيبي أخي أخي وقف الليل لنتساءل أي القلوب قلبك هل قلبك ما زال جنينا في بطن الشهوات ما زلت يا نسكين تفكر ببطنك وفرجك ما زلت يا نسكين ما زلت يا نسكين تعيش لمظهرك ودنياك أما أن أن يخرج قلبك إلى أفضاء العبودية ما زلت يا نسكين ما زلت يا نسكين يرضي زيف مال زيف مال نشوة شهوة نشوة شهوة نشوة شهوة ونسيت ما وراءك يا نسكين إن غلبت مواد الإيمان على القلب صار القلب بفضل الله تبارك وتعالى قلبا سليما وإن غلبت مواد النفاق على القلب صار القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبا منكوسا انتكاس القلب انتكاس القلب انتكاس القلب يعني ايه؟ يعني يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف بمعنى ما فيش حاجة عنده اسمها معروف وما فيش حاجة اسمها عنده منكر اتمسح اللي التين دول من جواهات يعني يفعل كل ما حرم الله ويهي تاني؟ الحاجة التانية مالوش دعوة بالأوامح يعني وبالولدين احسانا لا ما فيش احسان للولدين طيب واقيموا الصلاة وهاتوا الزكاة لا ما فيش اقام الصلاة ولا اتيان للزكاة قال تعالى فلا صبك ولا صلى ولكن كذب وتولى ده صاحب القلب والعياذ بالله اللي احنا نسميه فيه انتكاسة انتكاس القلب من اهم العقوبات الدنيوية لمن يفعل المعصية وذي مهودة عندناس كثيرة على فكرة انتكاسة القلب تلاقي قلبه ده فيه برودة ما بعدها برودة انسان ما فيش احساس مجرب من الاحساس لو شاف واحد كفيف بيعد طريقه على ضربه ما بيتحركش له حاجة التانية عند فعل الحرام يفعل الحرام ولا يخشى من الله ولا من الناس والعياذ بالله ده اسمه انتكاسة القلب ده قلب انت بتهرب لين ده قلبك انت ده قلبك انت انت منجر مزعه ما تتخضش بالراحة خالص بمنتع الودود ده قلبك ده قلبك قلبك دنيا اذا اعطي عرضي واذا منع سخط ده قلبك ده قلبك هايش بتدور تاكل ايه تشرب ايه تلكب ايه فسح فين تنام ازاي تنام امتى تنام فين صاحب مين تتكلم مع مين غير تليفونات غير هو ده انت هو ده المنكوس يا منكوس يا موكوس مش دوقتي حلوة السجود مش دوقتي حلوة السجد مش دوقتي حلوة القرب مش عشتي حلوة الانس بعت كل ده الايه استبدلت ده بمقابل ايه الناس اللي حاسة باليأس الناس اللي حاسة بالملل الناس اللي حاسة بالزهق الناس اللي حاسة بالكآبة الناس اللي حاسة بالضياع الناس اللي حاسة بالقلم مش قلتلكو نفسينا نفتح مستشفى للعلاج بالايمان بالايمان العلاج بالايمان يحتاجينها دي الا بذكر الله يطعمئن القديم الناس الناس اللي بيشتكون انقلبهم مش مقمئنة إن قلبهم مش مليانة قلبهم قلقنا قلقنا على الدنيا قلقنا على أولادهم قلقنا على كل حاجة لا مالهاج غير حل واحد بذكر الله تطمئن الخلوط قلبك مش هيطمن غير بذكر ربنا عاوز تطمن قلبك وتخلي قلبك متطمن ومليان خير ولو الدنيا ان حصل فيها مش هتلاقي اي حاجة ولا تسأل فيها بذكر الله الا بذكر الله لتطمئني الكلام ديني وعد وعهد دلوقتي ايه ده ايه وعد وعهد دلوقتي قدام ربناه سبحانه وتعالى ايه ده ايه اهدمي انك هتسلك الطريق الى الله يلا قد ايه دك واقبل على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي الا وهي متفق علي